في ندوة نظمتها السفارة السعودية في الأردن بحث مشاركون من البلدين وضع خريطة طريق إقليمية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغير المناخي والندوة تناولت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من منظور العلاقات الثنائية بين البلدين بمشاركة وزراء سابقين وخبراء من قطاعات الزراعة والبيئة والطاقة واستعرض المشاركون حزمة البرامج والمشاريع التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة في بيت السعوديين وبيت العرب